فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة وردت عن موضوع واحد وهي أنه قد انتشر في هذه الأيام فتوى بجواز الموسيقى اليسيرة في الأخبار والبرامج وأنها لا تثير الغرائز يقول ما رأيكم في هذه الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف والمزامير وأجمع العلماء على ذلك كما ذكره شيخ الإسلام من تيمية فلا يجوز لأحد أن يستثني شيئا منها ويخصص بالإباحة والرسول ينهى عن ذلك ويحرمه فلا يجوز هذا ما في الموسيقى شيء حلال ولا في المعازف وآلات الله شيء حلال نعم